اشتركوا في القناة رئيس اتحاد النقاد الدولي احمد شوي مساء الفول احلى مساء لك حبيبا شوي انا بحبك جدا جدا ومن اكتر ومن امتع الحلقات اللي انا بحب اتفرج فيها على السينما لما بيكون بتطلع مثلا شاوت اوت لمحمد ابو سليمان اللي عرفني على المجموعة الجميلة الرائعة دي فبجد انا سعيد بحلقاتك يا وحيد السينما انا فرحان جدا وعرفت معلومات كتيرة جدا فأتمنى طبعا ويتشرفني جدا ان طبعا ناس كتيرة جدا بتعلم منك وانا بتعلم منك برضو كلنا بنتعلم والله بجد يعني حاجة فخر لنا والله احمد شوي بجد فاول حاجة طبعا يا بتوع افلام في ناس كتيرة كانت ساعات ساعات بتقول لما بيكلموني وبتاع يقولولي يا الناقد لا انا مش ناقد انا عمر مليء ما درستش ناقد ما فهمش في النقد انا واحد من الجمهور بحب الافلام وبتكلم على افلام وبقول رأيي وده عادي جدا والسينما للجمهور مش النقاد يعني ولكن برضو تعريف مهم جدا وحسب لك المايك ما هو النقد هو مبداية انت غلطان انك بتقول انك مش ناقد لانه معيار مين درس ناقد بشكل اكاديمي ومين ما درسوش ده معيار في رأيي انه خارج العصر ومعادش لي قيمة كبيرة النقد لو انت تعايز تعرف الكلمة يعني جاية من كلمة التي نهاية اسمها كريتيكوس ايه كريتيكوس ده كان الشخص اللي بيقف في الاسواق زمان وقت اليونان القديمة يفرز العملات المعدنية اللي في السوق عشان يعرف العملة السليمة من العمر المزيف اوكي ولذلك يفيها كمان الكنتراست حتى في اللغة العربية الناقد اللي هو جاء من النقد من النقود النقود صح انه بيفرز بيميز ما بين الجيد والردي ومن هنا تطورت فكرة الناقد له هذا الشيء انه بيشاهد الافلام او بيقرأ الروايات او بيشوف اي منتج ما وبيقيم بالزبط هل ده فعل بيعملوا بس اللي درس في معاحد سينما ولا درس في معاحد نقد او كذا حيلا انا ما درسش في معاحد نقد انا درست صيدلة وبعدين درست اعلام وبعدين درست سينما في مداز الجزويت اوكي درست سينما بشكل او باخر لكن مش ده المعيار الاساسي ورأيي ان الحاسة النقدية او الممارسة النقدية هي شيء كل الناس بتمرسوا بشكل او باخر في عائدها اليومية انت لما تروح تاكل في مطعم وتقول مطعم ده عجبني المطعم ده ما عجبنيش ده بشكل او باخر رأيي نقدي بس امتى يتحول لرأيي صالح انه يخرج من حيز انك بتقوله لنفسك او بتقوله لصحبك او بتقوله لمراتك لانه يمكن ان يتم مشاركته مع الحيز العام مع الجمهور او مع قراء او مع مشاهدين لما النقد او الرأي ده يكون مصحوب بشيء ما شيء ده في الاغلب معرفة في الاغلب ان انت تملك يعني نرجع للمثال اللي يمكن سازك شوية بتاع المطعم بس انت لو بتفهم في الطبخ لو بتفهم في مكونات الاكل لو عندك بنش مارك يعني انت رحت مطعم كتير من مختلف المستويات في الدول المختلفة جربت كوزينز مختلفة فاصبحت تملك من التجربة ومن الخبرة ما يؤهلك انك تقول ده عجبني عشان كذا او مش عجبني عشان كذا مبروك انت بقيت نقل مش محتاج حد يديك شهادة ولا يقولك انت معترف بيك حتى انا انا دلوقتي مؤخرا انتخبت رئيس تحد دول النقاط بس انا قبلها كمان رئيس جمعية النقاط في مصر نقاط السن المصريين وهي جمعية عريقة متأسسة من سنة 72 اللي احنا بنقوله دايما وبن يوم تأسيس الجمعية من قبل ما انا تولد وبعد ما دخلتها وإلى الآن اللي بنقول لكل الناس ان احنا جمعية نقاط ولسنا نقابة للنقاط بمعنى انت مش لازم تنضملنا عشان تمارس المهنة انت بتنضملنا اذا كنت راغب في انك تنخرج وعمل الجمعية وانك تكون جزء منها لكن مش معنى انك مش عضو في الجمعية انك مش نقاط بالعجز احنا مش نقابة بتدي تصريح احنا مش نقابة أطباء مش نقابة مهندسين ناس كتير جدا بيمرسوا المهنة من خارج الجمعية وقرروا ان هما ينضموا الهاش وده مش معنى ان هما برانا او برر عمل النقدي فلا طمن انت نقاط رب نتخليك والله ده انا اخدتش هذا يلا يا جماعة فطيب الفكرة ده دلوقتي احنا بنشوف قبل بقى ما ننتقل على موضوع المهرجانات فكرة ان احنا بنشوف دلوقتي ان وده الترند خلال الفترة اللي فاتت او في خلال موسم السيف ده ظهروا بكوة ان اغلبية النجوم حتى بدون ذكرى اسماء بقوا جرى ايه جرى ايه انتو مش عجبكوا ازاي انتم مين انتم اساسا الفيلم علو غزبا عنكم علو لو ايه علو ده ينفع يعني هو عرض لامراض مستفحلة في الثقافة السينمائية بشكل عام وفي منطقتنا بشكل خاص يعني المنطقة العربية تحديدا بتبص لممارسة النقد وابداء الرأي في الافلام بشكل غريب شوية وعلى عدة مستويات بمعنى هروح التبعيدة شوية وارجع للي انت بتقول بس مثال بسيط انت في مصر او في العالم العربي اي فيلم في اي تشابه لأي اعمال سبقة كلاسيكية يقولك ايه الحق فلان فلاني ده سرق كذا ده حتى المصطلعات الجديدة ده مطبق على فيلم كذا اه اضل ليه لا يشوف فيلم فلاني وين حت منه كذا بالزبط الحقيقة انا بسافر بروح مهرجانات بقرى الدوريات اللي بتطلع بانتظام وبقرى بتابع الريفيوهات اللي بتتنشر على اغلب الافلام العالمية وفيه شيء واضح اي حد بيتابع هيلاقيه موجود مش هقول في كل ولا اغلب بس في 60% من المقالة النقدية اللي بتتكلم في العالم وهي فكرة الريفرنس ان الناقد بيحاول يشوف الفيلم ده شبه ايه من منطلق ايجابي مش سلبي بمعنى ان المخرج ده متأثر بسكورسيزي المخرج ده متأثر بجدار المخرج ده متأثر بانتونيوني ومش عشان هو نسخة رديقة ولا ان هو بيقلدهم ولا ان هو بيسرقهم ولا مطبق عليهم ولكن لانه بيتعلم منهم بيتسفيد منهم السينما دي او اي فن في الدنيا ما بيتولدش يوم ما انت تولدت ده تاريخ طويل وجيل بيسلم لجيل واشياء فيه اجيال بتجربها باعتبارها حاجة جديدة وبعدين تدخل جول دي ان ايه بتاع السينما وتبقى بتتعامل يعني هو لما بدأ جريفث يعمل اول منتاج في التاريخ اول انه بدلا ما احنا نصور القعدة بتالتنا دي زي احنا نصورنها لا احنا هنصور لقطات مختلفة ونركبها ونبني بيها مشهد وكان بيعمل حاجة جديدة وبعدين تحورت لقاعدة وكل ناس بقى بتعملها وبقى الطبيعي ده هل بقى لما تيجي تمنتش فيلم الوقت يقول لك انت بتنحك جريه فده شكل الفكرة ان الثقافة العامة للتعامل مع السينما فيها مشكلة تأسيسية فيها مشكلة الناس يؤالها تخلص منها من ضمنها شعور صناع الافلام ان دورك كناقد انك تروج لأعماله او ان عليك ان تلتزم قمة الادب والرصانة والسيرة على كل اشكال السلوك القويم ما اعمال هي ما اعملتش نفس الشيء معاك كمشاهد يعني اوكي انت عايزني اتكلم بلغة منضبطة وعايزني ما اصخرش من فيلمك وعايزني ما اكونش شوية لازع من ناحية عمل خلاص انا متفق بس اعمل لي عمل ما يستحقش ان انا اصخر منه وبالمناسبة مش معنى كده ان انا بهينك او بقلل منك احنا بنمارس شغلنا زي ما انت بتعمل شغلك وبتتقضى عليه اجر وبتعمل فيلم انت شايف في وقت عملوا انه كويس وممكن ما يكونش كده ممكن كويس ممكن نكون غلطان انه ما حادش فينا بيقول كلام مقدس يعني احنا في الاخر بنوعنا عن قرأينا بس زي ما انت كان من حقك تعمل فيلمك بحرية انا كمان من حقك ابدي رأيه بحرية وانا عارف ان انت الفيلم ده بازلت فيه وقت وجهت وانك بتحبه وانك خايف عليه وانك عايزه ينجح في السينما وانه هيفرق معك في حياتك بس زي ما انت بتعمل شغلك انا بعمل شغلك اللي ليك عندي ان انا اتعامل مع فيلمك باحترام اشوفه بتركيز اعمل الواجب بتاعي في ان انا اشوف افلامك اعرف مسيرتك افهم اكتر الصياق اللي تعمل فيه الفيلم الفيلم ده جاي منين ايه بلده ايه حكايته ايه اللي وراه مين الناس اللي بيعملوه بس انا اللي بحدد نبرتي يعني هو مثلا في تاريخ مصر كان اكبر اثنين نقاد طول اخر السبعينات والثمانيات وغاية بداية التسعينات اللي كانوا الناس بتقرأهم وبيكتبوا بشكل منتظم واللي هو الناس بتصنع قرأهم سمير فريد وسمي السلاموني طبعا سمير فريد كان رجل اكثر اقرب للرصانة بيتكلم بلغة علمية سمير السلاموني كان رجل اكثر شعبية بيتكلم بلغة فيها كتير من النكت وخفة الظل لانه مثلا مرة كتب على فيلم سيء المقال في صورة استقالة بيقدمها لرئيس التحرير ان انا خلاص انا قررت استقيل من الشغلانة دي عشان انا زهقت مش قادر اروح كل اسبوع اتفرج على افلام عاملة كده ايه لو انت عايز تشوف دي كصانع فيلم النهاء اهانة ممكن تشوفها كده بس الحياة هي حاجة اسمها ستايل ستايل انا فيه ناس ستايل بتاعهم ساخر فيه ناس ستايل بتاعهم راسين وفيه مخرجين بيعملوا افلام بالدحك وفيه مخرجين بيعملوا افلام بالتعيط انا كناقد ممكن يكون اسلوبي فيه قادر من ال ان انا لازع ومش من حق حد يزعل ومش من حق حد يقول عليك انا شفت فيديو بيقولوا عليك ان عندك مشاكل عشان حاجة منطقية جدا انا يعني انا كلم جدا على مشكلة منطقية انا ينفع اكون بحب نور الشريف احمد زكي وشايفه احسن ممثل في طريق مصر بس ينفع برضو يعمل فيلم سايق فاقول الفيلم ده سايق وما فيش تعارض بين الفكرتين ما فيش تعارض ان انا بحب مغني وبحب اغني وبستمتع بيها وبفرح وبرقص لما اسمعها وكذا ولا ما يعمل فيلم وحش انا كده فين المشكلة هو عشان انا بحبك هتبقى انت كل حاجة بتعملها حلوة وجميلة دي حاجة بالزبط يعني بالزبط يعني مش محتاجة اساسا النقاش ومش محتاجة حد يقول فيها حاجة لان يعني الموضوع عضيح زي الشمس وده لا يقلل منك ولا يقلل مني انا يا سيدي بحبك وبحترمك وانا من جمهورك فعلا بس انت عملت حاجة وحشة من حق يقول انها مش حلوة بالزبط وموضوع بسيط جدا يعني ومش وفعلا بجد اي حد حيشوف كده طب ايه ايه مشكلة يعني وعمل ايه عملي يعني معلين مش مشكلة خلص بس او برضه عشان اقول لك حاجة لواحد بالتجربة يعني بيعرفها المخرجين والكتاب وموسلين في الشهرين ثلاثة اللي تالين لخروج الفيلم بيبقوا سنستيف جدا زيادة عن اللزوم لان هما بيبقوا في لحظة يعني هما لحظة فيها قدر من الضعف هما عايزين حد يطمنهم يقول لهم انتو عملتوا كويس عايزين ينجحوا فاغلب الناس اللي عندهم يعني قدر من الوعي بعد شوية لما الوقت بيعدي هتلاقي جاي بيقول لك والله انت كان عندك حق في الموضوع الفلاني ده حقيقة بص هو عادي اللوحد ما بيديش عادي ما فيهش هو مشكلة ولكن بقى حاجة بقى مهمة جدا يعني دي حاجة اعتقد الجمهور جمهور كتير جدا على الفكرة من السينما اللي بيعشاءوا السينما بيتابعوا مهرجان مهرجان مثلا بيرلين مهرجان فينس مهرجان مش عارف ايه الاسكر الامي ماشي ممكن تقولهم لنا بالتفصيل كده اللي هو ايه الاهم ايه الافضل ايه بتاعت اللي هو افلام مهرجانات بس وانا مش هتفرج وبرضو مفهوم افلام مهرجانات احنا نتكلم في كتير طبعا نبتوا افلام حلقة دي هتبقى حلوة فطبعا هسيب لك المايك بص هو في حاجتين في نوعين من الاشياء انت ذكرتها في الانيوال اووردز او الجوائز السنوية وفي الفيلم فيستيبل زالية المهرجانات خلينا نفرق بينهم لان ده خلط بيحصل عند ناس كتير طبعا واتتلاقي واحد يقول لك مهرجان الاوسكار وحاجات كده معاني يعني مش شرط كل الناس اللي بقى عارفة كل ما عادي جدا بس في جوائز سنوية بمعنى ان هي جوائز مفتوحة كل الافلام اللي انتجت خلال السنة في مكان فلاني مرشحة لها بمعنى ان جوائز الاوسكار كل الافلام الناطقة بالانجليزية مرشحة لها جوائز جولدن جلوب بتدي الافلام وبتدي كمان للمسلسلات الايمي بتدي للمسلسلات بالاساس التوني هي جوائز المسرح السنوية اللي تعادل الاوسكار والايمي في قيمتها فرنسا عندها جوائز سيزار بريطانيا عندها جوائز بافتا وكل دولة في الاغلب عندها الجوائز السنوية بتاعتها اللي هي بتكرم الافضل في ده ودي جوائز بقال لها طريقة لتصويت مفتوح واظن اغلب الناس بتشوف الاوسكار لهو كل الافلام مؤهلة وبعدين بنعمل شورت لست وشورت لست دي بقى ناس مرشحين وجوه المرشحين كل فئة بتصوت لنفسها فالمخرجين بيصوتوا الاحسن مخرج الممثلين بيصوتوا تولدت في ايطاليا سنة 32 تحديدا اول مهرجان اتعامل في فينيسيا اللي هو اقدم مهرجان في العالم بنالي فينيسيا هو معرض للفنون بنالي يعني بتعمل كل سنتين طبعا المهرجان بتعمل كل سنة بس بنالي باي انوال يعني وفيه فنون تشكيلية وفيه كل اشكال الفنون وجد فكرة ان احنا نعمل معرض دولي للسينما طبعا نتكلم عن 22 يعني عز الفشية حكم موسوليني والفكرة كانت جاية من فكرة ان احنا نجيب كل السينمات السينما كانت لسه فن جديد 32 يعني مفيش عمر السينما معداش عليه لسه نص قرن ويمكن اقل فيه الله نجيب احدث انتاجات السينما في امريكا احدث انتاجات السينما في بريطانيا احدث انتاجات السينما في فرنسا اليابان يمكن كانش فيها دول كيبيتير بتعمل افلام في اللحظة دي ونعرضها وبعدين طب ما تيجي نقرر نعمل جوائز لاحسن فيلم فيها واحسن افلام فيها وبعدين طب هنعمل الجوائز ازاي طب ما تيجي نسأل الجمهور اللي حاضر طب ما تيجي نسأل الصحفيين طب ما تيجي نعمل لجنة تحكيم الخبراء ان انا بقوله ده حصل على مدار سنين يعني لو رجعت التاريخ مهرجان فينيسيا او مهرجان كان او مهرجان برلين هتلاقي ان كل دورة بيكون فيها تطوير لغاية ما حصل استقرار على الشكل الحالي لاغلب مهرجانات العالم اللي من ضمنها مثلا في مصر مهرجان الجونا مهرجان القاهرة ان المهرجان ده بيعمل سكاوتنج على مدار السنة بيتفرج على العالم بيشوف الافلام اللي حصلت ويختار مجموعة افلام ملأمة لموضوعه ممكن يمع مهرجان انترناشنال مفتوح لكل الافكار زي كان مثلا ممكن يكون مهرجان مقصص لسينما المرأة او السينما الاوروبية او السينما الافريقية او السينما الشباب او ايا كانت التيمة نختار مجموعة افلام وتشكل لجنة التحكيم من خبراء يقيمه ويدهوا الافلام والتوجه اغلب المهرجانات طبعا فيه استثناءات ولكن اغلب المهرجانات بتتوجه لان هي تروح للافلام اللي ملهاش مش متوقع ان يكون لها نصيب كبير من الاجاعة او الجماهير يعني لان الفكرة ثقافية بالاساس ومشرف عليها نقاط مبرمجين وناس عندهم زوء مختلف لحد ما في السينما فطبعا بتلاقي في كم بيعرضوا فيلم توب جان تعرض في كان عادي جدا ودايما فيه الحس وانديانا جونس السنة دي تعرض في كان بس ده حاجة على هامش لجازب الانتباه لكن المحور الاساسي للمهرجان هو التجارب السينماية المختلفة يعني حتى لما بيجيبوا فيلم من امريكا ولا فيلم من بريطانيا ولا دول اللي بتعمل سينما مينستريم بيكون بنسبة كبيرة فيه شيء مغير او مغامر او مختلف عن السائد وانا مثلا كمشاهد قبل ما كون ناقد انا بحب بكل الانوايا عادي جدا ان اتفرج على فيلم نرويجي ولا تشيلي ولا كذا واستمتع به وبتفرج على فيلم سكورسيزي وديفيد فينش واستمتع بيوم وبتفرج على محمد هنيدي واحمد الساق يعني مفيش السياق لتعمل جوال فيلم ايه هدافه وتشوف هو بيحق الهدف ده ولا لا بالزبط فهم بالنسبة طيب مثلا لما ناس كتير جدا بتقول مثلا على الاسكرز ان بقت اجندات وبقت دلوقتي الناس ما بقتش شايفين ان الموضوع بقى عادل والكلام ده هل ده حقيقي يعني بص احنا الموضوع ده عامل زي البيضة ولا الفرخ هو احنا المهرجانات والجوائز بتروح لأفلام بتتكلم عن موضوعات بعينها فيبقى المخرجين بيعملوا لأفلامهم عن موضوعات دي عشان تكسب جوائز ولا عشان الأفلام اللي بيعملها مخرجين مهمين بقيت تتكلم عن الموضوعات دي فبقت لجنة التحكيم والمهرجانات مضطرة انها تديها الجوائز انا رأي انه ان هي دايرة مفيش حاجة فيهم بتدي تانية يعني هو جوائز اسكر هل اصبح في السنوات الأخيرة ليها بوصلة واضحة تتعلق بالدايفرستي وبالتمثيل والهويات العرقية والجنسية وتمكين المرأة وتمكين الجماعات المضطهدة تاريخيا صحيح بس هل دي حاجة الصحي منهم في الأكاديمية الأوسكار قالوا يلا بينا نطبق السياسة دي لا طبع ولا تغير حصل في المجتمع هو دي القضايا اللي بقى بتشغل الناس هي دي الموضوعات اللي بقوا غصبا عنهم وهم بيتفرجوا على الأفلام بيدوروا عليها وفي الأخر أوسكار ده بيسواتل أربعة خمس ألاف واحد فصعب أنك تقول للناس دول كلنا خلينا نتوجه في الاتجاه الفلاني عشان دي الأجندة اللي احنا عايزينها لأ بس في موضوعات في الجو غصبا عنك زي مساء انت لو في لحظة فيها حدث وطن بتلاقي الناس بتفكر بالطريقة دي يعني دماغها بشكل أو بآخر بتروح لده الدماغ كلها ومش بس اللي بيسواتوا حتى المخرجين هو من المخرج بيجيب أفكاره منهم من الحياة من الأفكار اللي بفكر فيها من خبر من برنامج تفرج عليه في التلفزيون فبيبدأ يعمل ده وطبعا لأنه كمان بيلقى يعني بيلقى هوا عند الناس فبيلقى نجاح فبياخد تمويل أكتر بيكسب جوايز أكتر فعدد الناس اللي بتخدم على العمله أكتر فهي يعني أنا رأيي إنه شيء أورجانيك مش ممكن ما يكونش متفق معاه قوي بس في النهاية هو ده اللي بيحصل في العالم بس مش حاس إن شعبية الأوسكار خلال فترة الأخيرة ما بقيتش زي زمان لما كان الواحد بيستنى الفجر الشغف الواحد مش أنا بس الناس كتير جدا والريتنج ساعتا تقول إن العدد المشاهدين الجوايز بيقل كل سنة عن سنة ودي مشكلة كبيرة وأظن إنه هديها علاقة بإن كمان العالم بيتغير إحنا زمان جلنا معرفش إحنا طيب النفس الجيل إحنا اتولدنا على عالم في ندرة لمصادر المتعة أو طرق مشاهدة الأفلام إحنا كنت فرع أفلام إزاي إما الفيلم اللي بيجي يوم الخميس في التلفزيون ولا بانورامة فرنسية طارت فيلم فرنساوي يعني عندك يومين أو ثلاثة في التلفزيون اللي بيجي لك بتاخده أو لو بتروح نادي فيديو جنبك تأجر شريط في الأسبوع ولا حاجة اللحظة في الحياة أو سينما اللي جنبك اللي هي فيها إيه إما فيلم مصري أو فيلم أمريكاني تجاري يعني ما كانش في أوبشنز يعني يعني في طفولتنا كان ممكن إزاي تشوف فيلم إيطالي ولا فيلم مكسيكي يعني كانت حاجة خيالية أو ممكن تحصل مرة كل عشر سنين يعني ولا حاجة غير بانوراما فرنسية بس دي لك حاجة وبانوراما فرنسية كان دايما بتعرض أفلام كان دايما بتعرض سهرات وبرامات بزيونية بس بيبقى فيه كده فيلم أو جزء من فيلم في الآخر فإحنا اتولدنا وتربينا على فكرة التأدير المفرط لحاجات وخلاص انتحدث كل سنة السنة اللي السنة بتعرف منه أفلام مش بس المشاهد حتى المعلومات انت اللي كان بيعرف يجي له مجلة عن السينما ولا يشوف اللي يجي بالنمج ده كان حافظ المجلة من الجلدة للجلدة من كتر بانتا قارتها وقعدت قرائتها اللي بشكره بقى في حاجة زي دي يوسف شريف رزق الله طبعا طبعا رجل يعني أنا كان ليا حوصن حظن اشتغلت مع يوسف الله يرحمه الله يرحمه من 2012 لغاية وفاته في 2019 سبعة سنين يعني منتكلم ومنتقابل بشكل شبه يومي ويعني تعلمت منه كتير يعني الله يرحمه الله يرحمه ده علم أجياء ده 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 فلي بقوله ان الوقت الوضع ده تغير الجيل اللي موجود حاليا هو المستهلك الرئيسي للميديا هو جيلة ولد في عصر من الوفرة كل حاجة موجودة بكثرة عدد كل واحد فينا الوقت عنده هارد ديسك في عدد أفلام لا تنتهي وعندك كل نيتفليكس وشاهد وأمازون كل واحد فينا عنده إنت النهاردة رحبت تختار فيلم تشوفه هتلاقي عندك على الأقل لمية فيلم انت عايز تشوفهم ومحتار تختار منه إن لم يكن أكتر هو ده دلوقتي بقت الاحتيار انت مش عارف هتتفرج على إيه زائد أنه الميديا الحديثة وتيك توك وإنستجرام وفكرة الريلز والستوريز وأنه الناس كلها بقت بيحصل لها إشباع سريع جدا من أشياء قصيرة جدا كل حاجة عشرين ثانية تلاتين ثانية اللي طول دقيقة ده يبقى يعتبر فيديو طويل فالناس واخدى على إن هي بيحصل لها ساتسفاكشن من فيديو سريعة والطلقات وبدون الفيلم محتاج جهد ومشاهدة السينما محتاجة إنك تكرر الساعتين من حياتك تنسى الدنيا فيهم وتخش جوه الفيلم ده وتتفاعل حتى بلحظها إن الناس في السينما دلوقتي في مصر في العالم مش قوي إنها في العالم بشوف مهرجانات يمكن لو روحت إلى سينما التجارية في العالم بحيس بنفس الشعور بس في الناس بها عندها مشكلة في الناس تتفرج على فيلم إنها تقعد تسمع تركز في الفيلم ما تلعبش في الموبايل ما تكلمش اللي حواليها إنت جاي دفع فلوس دفع تذكرة يعني محدش جبرك على كده وجاي تنغمس في تجربة دي فإنك تبقى سايبها وعملت بص في تريفون يعني ممكن لو فيلم ما عجبكش يا سيدي بقعمل كده لكن من أول دقيقة طب أنت جاي هنا ليه يعني وكلام كتير والبرايكنس عالي بقى الموضوع قاضي إن انت مفيش حق ده مش امتحان في الجامعة مفيش حق الجبرة مفيش حق الجبرة مفيش تدخل هنا أنت جاي هنا فهي الفكرة إنه العالم بقى فيه تشويش كبير جدا نحي والأفكار الكلاسيكية اللي مننا وعية الجوائز والأسكارز والمهرجنات أنا رأيي إن هي هتتغير مش هتتحلل يعني مش هتموت خالص بس هي لازم هتلاقي نفسها مجبرة إنها تغير من نفسها وده الأسكار بداي يعمله الأسكار بدأوا يقللوا عدد الجوائز بدأوا يقللوا الفقرات بدأوا يقللوا البريكس الإعلانية وضغطوا الحفلة بعد ما كانت لو أنت فاكر من عشر سنين أسكار كان بيقعد خمس ساعات مثلا فأنا شايف إنه الحاجات الكلاسيكية لمنوعية المهرجنات والجوائز كده هتتغير مش هقول إنها هتموت أو هتتحلل أو هتنتهي بس هما هيلاقوا نفسهم مجبرين بحكم إن الإقبال عليهم قال إن الميديا تغيرت إن سلوك الجمهور تغير إنهم يلاقوا أشكال مختلفة حدثية أكتر ممكن الجمهور يقبل عليها بشكل أجبال نجي بقى دلوقتي أهم فكرة بالنسبالي عايز أعرف دماغي أحمد شوقي أكتر أفلام بتحبها أكتر مخرجين بيحبهم سواء هنا أو هنا معلش فأنت لازم بقى بص نحن نطور في الحلقة دي عشان الجزئية دي عايزك تطلع لي كده حاجات من دماغك من غير أي تحضير يعني أنت مثلا البولف فيكشن القدامي دي من النيناني مثلا تحب ثرنتينو مثلا يعني ده من أكتر الأفلام بتحبها أنا بحب الفيلم ده جدا وبحب كيل بيل جدا أوكي بحب جانجو انشينت حضارة العرض الأول لونسبونا تايم انهوليوود وكان انترستين جدا لأن دي كانت آخر سنة في مهرجان كان زمان قبل برضو العصر الديجيتل كان كل واحد صحفي بيروح أو ناقد بيبع عنده صندوق بسطة أوكي بيتحط فيه الأفلام بيحطوا فيه البريس بوك بتاع الفيلم هدايا أحيانا تلاقي حد بقيت لك فلاشة عليها صور من الفيلم حاجات من النوع ده كتالوجات كذا فلاقينا جواب جاي لنا ممضي من تارنتينو بيطلب من كل الصحفيين والنقاد اللي هيتفرجوا على الفيلم ويكتبوا عنه وأنهم ما يكشفوش نهاية الفيلم لأن دي حاجة مهمة جدا بالنسبة له طبعا نعرفين يعني خاص طبعا لا كلنا نعرفين أنه غير القصة التاريخية وغير قضية زي وقبلتوا أكتر من مرة بس يعني مكلمناش بشكل في مهرجانات حداثك ديسة حضر بتروف كان السنة دي كان عامل توك لطيفة جدا ضمن نص شهر المقرجين كان زان بس يعني هيامل فيلمه الأخير خلاص أنا ما بصدقش الموضوع ده دايما هو أنت بتغتنع انه هو بيقول كده وبعدين هيرجع مش عارف صعبة هنشوف هو صعبة سواء طلع أأكد كذا مرة وأكد قال هعمل بوكس انت عندك ستيفن سودربرج اعتذل أربع مرات ها ايو عادي جدا ما بيقاش هي مشكلة هتمنى عارف عارف انت في حكاية معروفة بتاعت شين كونري لما كان بيعمل جيمس بوند وبعدين قال خلاص أنا هعمل ده آخر فيلم ليا مش هعمل جيمس بوند تاني طبعا نو عمل بعدين جابوا دايمنز أر فوريفر وبعدين هرجع تاني في نيفرسين لا الأول قبل ما يروحوا جابوا واحد اللي هو اسمه تيميثي دالتون تيميثي دالتون اللي هو عمل عن هر ميجيسي عمل واحد وبعدين فشل فشل زريع جدا فرجعوا عملوا شون كونري وخساموا الفيلم تحديدا نيفر سي نو نيفر اجين ايو 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 انا ما اعتقدش انك ترانتون هتزل يعني الله أعلم هو عموان غير مكان اقامتو دلوقتي ومش عايش في امريكا وعايش في دولة جارة اوكي والله اه فتعني بس يعني ما اعقدرش اقول انه ترنتين هو مخرجي المفضل اه لان عايز اعرف بقى طب نبتدي بالمصر ولا الانجليش خاليا المصري اسهل اوكي المصري اسهل واوضح يمكن ان انا عندي كتب منشورة عن مجموعة من المخرجين اللي هما قريبين لقلبي سينمائيا ويعني سمح لي الحظ ان هما كمان يكونوا قريبين اللي هي انسانيا يعني على رأسهم السيد محمد خان اللي ارحمه اللي انا ابني سميه فارس على اسم بطل سلسية الحريف وفارس المدينة وطائرة على الطريق اللي هي شخصية اللي لعيبها في ثلاث افلام ثلاث موسيقين وثلاثين الثلاثة اساتذة يعني احمد زكي وعد الامام ومحمود حميد احب افلام محمد خان عموما احب افلامه اللي ليها طبع ما اطلق عليه الواقعية الجديدة اللي هي الافلام اللي بتعبر عن شخصياتها مشية مهزومين او منكسرين لكن جواهم قدر من الفروسية والرغبة في اثبات ذاتهم مش بالشكل اللي الناس بتتخيله يعني ابطال ابطال حريف ده هو ما حاج قادر يفهم هو ايه مشكلته هو مشكلته مع نفسه مش مع العالم حتى لو العالم صعب وبيقهاره بس هو عنده ازمات وحس self-destructive كده هو عنده حس تدمير ذاتي بيخليه مش عارف يكمل علاقة مش عارف يكمل شغلانة مش عارف يعمل حاجة والفيلم هو فيلم coming of age في رأيي يعني رغم ان فارس عمره في الفيلم ده مثلا 30-35 سنة بيبطل كورة يعني 35 سنة بس هو اكتشولي هو فيلم بلوغ هو بيكبر في الفيلم بيتحول لراجل مسؤول ولما بيقول زمن اللعب راح معناه ان انا لازم اعمل قطيعة مع فارس القديم اللي احنا شفناه على مدار الفيلم وفهمنا ان دي كانت حياته من قبل الفيلم فمحمد خان طبعا وفارس المدينة بقى فارس المدينة فارس المدينة ده اكتر فيلم انت غالبا انا بحب الفيلم ده جدا وفيلم مجهول بالنسبة الناس كتير وما كانش موجود يعني انا اه موجود نسخة الوقت احنا اللي جبناها من خان وحطناها على الانترنت والله اه وده فيلم انتاجه الخان لنفسه كمان يعني يعني اخد قرد من البنك وانتاج به الفيلم وبعدين اضطر بعده يعمل فيلم تاني اللي هو يوم يوم حر جدا عشان يسدد القرد بتاع حياته مثلا بحب الفيلم ده لان هو كمان فيه حاجة ما حصلتش في تاريخ السينما المصرية ويمكن ما ظنش انها شفتها في حاجة في السينما العالمية ان مخرجي قرر يعمل فيلم بيحكي فيه مصاير كل شخصيات افلامه اللي فات يعني انت ممكن تتفرج على فيلم فارس المدينة كحكاية ممسوكة وممكن تتدور جواه على ابطال الافلام التانيين يعني هو فارس ده احنا قلنا انه ظهر في التقرع على طريق وظهر في الحريف وبيوضح ان هو الحريف لما بنعرف ان مراته نفس الشخصية اللي لعبتها فاردوس عبد الحميد هي بتلعبها هنا سعاد نصر في فارس المدينة دلال ونجاح اللي هي البنت الغاهرة اللي بيقابلها وعشقته هي نفس النجاح اللي كانت موجودة في مشوار عمر فيلم محمد خان وبطل مشوار عمر عمر الجواهرجي هو اللي بيروح فارس يقابله في اول الفيلم عشان ياخد منه فلوس وبيروح يقابله في المطار واحد اسمه شكري اللي هو في الفيلم فارس المدينة محمد متولي اللي هي نفس الشخصية اللي لعبها هي احيا الفقراني في عودة مواطن ولما بيروح لنجاح البيت بيجيب انت عنده بيقول له ازاي احلام وازاي يومك هند وعمله ايه اللي هي احلام فدي حاجة تريفيال يعني مش شرط تكون لها ايمة يعني انت لو شفت فيلم ممكن ولا ييجي في دمارك بس عشان هي حاجة مهداء لمحبي افلام محمد خان وبتعبر على ان ازاي الافلام دي عالم واحد ان الشخصات دي ينفع تكون عايشة مع بعض في نفس الحيز الزماني والمكاني انا بحابة الفيلم ده وشايفه تجربة مدهشة يعني كمان في التعبير عن لحظة معينها في مطلع التسعينات بتاعت انهيار شركات توظيف الاموال فجأة حصل فراغ اقتصادي في البلد كل رجال اعمال في لحظة صعبة الشخصية اللي هو فارس حسن الهلال اللي بيلعبه محمود حميدة شخصية انترستين جدا وهي اللي دشنت نجومية محمود حميدة كمان محمود حميدة ده اول بطولة يلعبها لاطلاق ويمكن تاني دور في حياته لا بلاقي طيب دور في الوسية أو عجلة زي كده وبعدين بعدين بقى مع احمد زاكي الدور ده كان لا الدور ده كان المفروض يبقى احمد زاكي وبعدين احمد زاكي اعتذر فبقى فوق كان يبقى محمود ابن العزيز محمود ابن العزيز جدوله ما اسعفش فبقى محمود حميدة هل سؤال بس بما انك تعرف محمد خان جدا هل لو كان احمد زاكي ما كانش في ما بينه ما بين محمد خان في الفترة دي مش احنا كان ممكن يعمل كل فارس دي وحمد زكي ولا كان هو عايز ومش ممكن هو حقيقة ان وحمد زكي هو كان الترشيح الاول لكل افلاه لكن ما كانش فعلا عايز يخلي اللي هو كل واحد لا لا اولا حكاية فارس معروف ان هو كان الدور ده دور احمد زكي وحمد زكي كان كان شعره قالك كان شعره ناعم ومفلفل وعجبه شكله وبعدين بص راح لقى على احمد زكي حلق زيره فقال له انت عملت كده ليه قال له انا شايف فارس كده قال له لا خلاص منتش عمل الفيلم وراح لعد الامام عشان نكاية نكاية فارس المدينة زين بقولك كان بفوض دور احمد زكي وبعدين اختلفه وبعدين محمد عبد العزيز وبعدين محمد حمد كان الترشيح الثالث وكان اختيار مثالي وخان كتب على البوستر محمد حمد اي هو يعني فارس المدينة وراجعوا البعض فاهم السيدات عادي وهم مكنوا ان كانتها مش حدد هم شخصين موهوبين جداً منخارطين جداً في شغلهم بيحبوه وبيعشقوه وأطفال بيتخانقوا يعني خلقات أطفال يعني مش مش بالزبط أيوه أطفال بالمعنى الجيد بالكلمة يعني أنهما نفسيتهم بيغضبوا بسرعة وبيتصلحوا بسرعة لا عمرهم ما كان في بينهم عدا وبالعكس يعني صداقة عمر إيه الفرم بين خان وعاطف الطيب في الواقعية؟ أنا طبعاً ما قابلتش إستاذ عاطف الطيب هو ما توفى قبل مواعد الدنيا بس أنا بحب أفلام محمد خان أكتر بكتير عاطف الطيب أفلامه من ناحية الدرامية يعني هي أكثر كلاسيكية في بناءها أن في مشكلة واضحة وفي قضية واضحة وكتير بيميل أن قضية دي تكون قضية رأي عام أو متعلقة بالقضايا اللي بتشغل العالم واللي هي علاقة بالسياسة والاجتماع والحقوق الفردية والاجتماعية وفيها حس نضالي يعني أفلام عاطف الطيب مسياسة جداً أفلام محمد خان مسياسة بشكل جير مباشر لأنها بتتكلم عن الإنسان عن العلاقة الصعبة جداً أنك تكون شخص هامشي تعيش في مجتمع ضاغط وقاسي وقاهرة الثمانينات والتسعينات يعني ما بنحس نحظهم أنه شوش قاهرة اللي عنا فيها دلوقتي بس يعني بالنسبة لهم كانت قاهرة صعبة وعسيرة فأزمات أبطال محمد خان أزمات وجودية بالأساس في حين أن أزمات أبطال عاطف الطيب هي أزمات سياسية ملموسة في عدوه واضح في شخصية شريرة في قضية أنا مستني للقاضي يحكم فيها أو حد يرجع له حقه ده مش كده دايماً في أفلام محمد خان ولذلك أنا الزوء الشخصي بميل الأفلام خان وإن كنت طبعاً بقدر كتير من أفلام عاطف الطيب يعني الهروب مثلاً فيلم بديع بحب فيلم مش الناس كلها بتحبه اللي هو إنذار بالطاعة أنا بحب الفيلم ده جداً فيلم ذكي يعني ومش كل الناس بتحبه فيه ناس بتشوفه إنه غريب شوية ممكن بقى كده كمان أقول إنه داود عبد السيد كمان من المخرجين اللي أثروا جداً فيه يعني شخصه ومخرج نادر الوجود فيه ناس كتيرة جداً بالنسبة لها والله العظيم واكتشفت الحوار ده كتير إنه فيه ناس من عشاق السينما المصرية بالنسبة لهم الهروب ده في أرض خوف واحد من أقوى إذا ما كانش أقوى أفلام يعني مثلاً نزلت في آخر تلاتين أربعين سنة مثلاً لا تحبش الكلمة دي لأنها خلاص أصبحت كل شيء إنه مستويات التأويل وإنه كل واحد يشوف فيلم زي ما هو عايز أوكي تمام بس الفكرة إن الفيلم قادر على التماس مع كل المشاهدين حتى لو المشاهدين دول مش عارفين ليه الفيلم ده مؤثر فيه وفكرة إنه مقل جداً في أعماله بس كل عمل هو حدث يعني أنت بتتكلم عن مخرج عمل صاليك وبعدين البحث عن سيد مرزوق وبعدين الكتكات وبعدين وبعدين أرض الأحلام وبعدين سرق الفرح وبعدين أرض الخوف وبعدين رسال البحر إيه إيه ده وأخيراً قدرات غير عادية أتمنى ما كنتش أسقط حاجة يعني أظن إنه هما كده مصبطين كل عمل من دول عالم عالم وليه شعور عام كده موت بيسيطر عليه إنت لما تقول أرض الأحلام بتفتكر مصر الجديدة في بداية التسعينات رأس السنة، السحرة، رؤوف ده واجتماع يعني أنت تحس إنه نفسك تروح لعيش ورغم إن الكومي دي إن بطلة الفيلم بتحاول تهرب من المدينة دي أو يعني على الأقل بيخنعوها إنها لازم تهرب من المدينة دي بس إنت المدينة سحرة حاجة 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 وخصو إنه من ساكين مصر الجديدة هو مولود ومتربي وعيش طول حياته في مصر الجديدة فمخرج طبعاً كبير ومخرج عنده عمق شعري وتأملي وفلسفي في أفلامه ممكن نكملين دلوقتي؟ طبعاً يعني منطقي كان فيه مرة آخر تخصيح لي من سنتين ثلاثة على ما أعطتك منطقي، لأ السنة اللي فاتت لما قالوا إنه أعتزل العمل بس يعني صناعة السينما دلوقتي ما عادتش مرحبة بالنوع ده من الأفلام في مصر وده دي مشكلة كبيرة الحقيقة إنه ما فيش مشكلة خالص إنه في أفلام بتجيب مئة مليون جنيه وأفلام أكشن وأفلام كوميدي وأنا بحب كل الحاجات دي بتفرج عليها بس فكرة إن دايماً السينما مصرية اللي كان مديها ثراء دايماً إنه دايماً فيه في مصر مخرجين جمهريين من أول بدايات السينما محمد كريم وبعده بقى وحلم حاليم وحلم رفلة وحسن الإمام وحسام الدين مصطفى ونيازي مصطفى وكل المخرجين اللي كانوا بيعملوا أفلام بتنجح وأفلام شباك حتى لو كانوا النقاض مش راضين عنها قوي بس كمان كان علامة في السينما دي بيطلع يوسف شهيم وبينجح كمال الشيخ وبينجح حسين كمال وعاطف سالم ومش عايزة أنسى أسامي كتير يعني عاطف الطيب وعاطف الطيب بقى ده مرحلة لاحقة بس عزين الغاية خان وعاطف الطيب وخيري بشارة وداود عبد السيد ورسي نصر الله جانت السينما مصرية عندها رحابة في إن الهامش يطلع منه مواهب أوكي ما بتكسرش الدنيا في المومة بيجبقاش على فيلم في البوكس أوفيس مش ده الدور اللي بيزود أجور النجوم بس ده الفيلمين ده تطلع بيهم السنة تطلع بيهم السنة ترجع تقولي يعني السنة دي تعرض عندي تلات أربع أفلام مش السنة بس عشان أخد بالك برضو من الحور ده دلوقتي عشين تتعاشين أنا لما بقول إيه أعظم أفلام في تاريخ السينما أغلبيتهم حقول العظامات بتاعة الأفلام اللي احنا متكلم عليها محمد خيان وعطف طيب يوسف شيري لا وصراحة بوسيف وكمال الشيخ والشريف عارفة طبعا وليأ كتير السنة المصرية عندها تاريخ ثاري جدا دي بقى حاجة مهمة جدا لازم الناس تفهمها مدى كوة وعظمة السنة المصرية بص إحنا كنا زمان عايز برس برضو الناس تفهم إحنا كنا زمان أنا رأيي إنه في شوية مقولات كده بتتردد محتاجة تتفكك والناس تعيد النظر لها عشان هي بتتقال بمحمل يعني بنواية طيبة بس الحقيقة نتجتها نتائج كارسية في رأيي إن دايما يقولك إحنا السينما في مصر كانت دايما كتف بكتف مع السينما الأمريكية لغاية ما حصلت طفرة قناية الحقيقة خلينا نكون صديقين الكلام ده بيكلم بيقولوا ناس ما شافوش سينما أمريكية أو مشفوه سينما في العالمية وبيكلموا يعني بكلام من على البار ويمكن تكذيبه بسهولة شديدة بتاعة إرجع شوف ذهب مع الريح اللي تعمل في التلاتينات كان شكله عمل إزاي ارجع شوف أفلام فرانك كابرع كتعمل إزاي ارجع شوف أفلام هاورد هوكس كتعمل إزاي الأفلام اللي هي تعملت في العشرنات في التلاتينات في الأربعينات يعني بالزبط السين المصري قصدي إنه على المستوى التقني اللي بيقول إحنا كنا زي هوليوت بيكذب على نفسه بس إحنا كنا زي هوليوت في حاجة مش هي الطرق التصوير ولا التقنيات ولا الاستعراضات ولا كده اللي هي دايما فيه فرق واضح تقني بينها ومصر والعالم مصر صناعة في عالم تالت محكومة بالميزانيات محكومة بالمعدات الموجودة وبالقدرات وكفاءات البشرية الموجودة بس اللي كان عندنا هو أصلتنا هو إن أفلامنا كانت بتعبر عننا فعلا أفلامنا بتتكلم مصري مش بمعنى اللهجة ولكن بمعنى إنها بنت ثقافة مصرية وخلقت ثقافة موازية وهو برضو الأفلام المصرية مش 100% زي الشارع بس هي خلقت تصور معا عن الشارع لدرجة إنه لاحقا الحياة بدأت تقلل السينما الناس بدأت تتكلم زي أبطال السينما بدأت بعملوا بيوتهم زي البيوت اللي في السينما إحنا دلوقتي هواسنا من إحنا نلاحق الصناعة في العالم على المستوى التقني هو هواس بصراحة يعني صعب جدا يعني مستحيل ومش هيوصل بحاجة يعني أنا كمخرج أو مدير تصوير أو حد شجال في الإندستري ومنتج شيء في رأيي يعني مصير للشفقة أنا آسف إن أنا بقول الكلمة إن أنت تبقى عمال تلاحق عايز تشوف إيه أحدث كاميرا نزلت وأحدث معد التصوير وإيه البانثر اللي مش عارف بيعمل حركة مركبة عاملة إزاي أوكي جميل بس يعني هما بيعملوا حسن منك بكتير إنت عايز تعمل إدش عنهم عايز تاخد خطوة عايز تخلي عندك منتج ينفع بعد عشرين تلاتين سنة الناس تتفرج عليه وتتكلم عليه إحنا بنتكلم عن كتكات مش على الفيلم الأكشن اللي تعمل وقتها حتى لو كان بنفسه قوة أفلام شاك نورس وسيلفستر ستالون وفان ده من الوقتها إحنا بنتكلم عن الفيلم اللي بيقول حاجة الفيلم اللي بيمسينا كبشر ودي حاجة كتير من صناعة السن ما بيش فكروا فيها الوقت مين تاني نلازم نرجع وراء شوية كمال الشيخ مثلا كمال الشيخ أنا رأيي واحد من المخرجين الاندر ريتت جدا في تاريخ السينما المصرية واللي هو يعني يعني أعرف إيه كثيرين نحول صلاح أبو صيف وخليلون نحول كمال الشيخ يمكن لنا صلاح أبو صيف كان رجل مسيس ويساري ومؤمن بالواقعية الاشتراكية وأنا بحب برضو بعض أفلام صلاح أبو صيف بس هو مدرسة قديمة شوية تعبيري فيها بعض الفجاجة على ألف في المراحل القديمة يعني بعد كده عمل بداية وعمل السقمات وعمل أفلام أكتر بس يعني الأفلام بقى المشهورة شباب ممرأة وقائرة تلاتين وكذا بنت لحظتها وممتع مشاهدتها ككلاسكيات بس مش هي الأفلام اللي بتحركني يعني كمال الشيخ مخرج جونرا فيلم بيعمل دراموة نفسية مدهشة في الليلة الأخيرة مثلا الليلة الأخيرة ده اللي هو بتاع نادية وفوزية اللي هو فيه واحد من أروع مشاهد تفتح في تاريخ السينما المصرية فات الحمامة بتبص على المراية تلاقي أختها قدامها يعني هو ده الفكر ان هي انت بتصدم بواحدة بتبص في المراية تلاقي أختها اللي قدامها هي لقت نفسها بقت أختها حاجة أدفانسد جدا الخائنة برضو نزاك تعمل ازاي تشتغل على البروبس والجيميكس والنكشيرة السينما ده يبقى جواه هو طبعا كان بتقال عليه انه هو متأثر جدا بيتش كوك ودي حقيقة ما يفرقش معي بقى هيتش كوك العرب ولا هيتش كوك مصر هو مخرج كبير ومؤثر وعنده أعمال رائعة يوسف شهين طبعا أمر يعني ما ينفعش تعدي على تاريخ السياة المصرية ومن غير ما تتكلم عن فرادة يوسف شهين وإيه رائج بقى في الماكلة بتاعت يوسف شهين ما بيعمل أفلام ما بتفهمش يعني تمام يعني عمري ما هقول لحد انت لازم تفهم بس أنا تقديري الشخصي انه الأفلام الأخيرة اللي هو دايما بيقول تام يوسف شهين انه غير مفهوم فيها هو ناس بتقول كده دايما بتقول على الأفلام اللي هي مرحلة ما بعد اسكندرية ليه من 79 وطالع يعني قبل كده كانت أفلامه يعني كلاسيكية أو الاختيار ممكن الاختيار بس الاختيار برضه يعني دراما فيه حبكة فيه كونس ممكن الحوار غرائبي شوي بس يعني آه خلينا نقول بس الناس بتتكلم بقى عن إيه عن المصير عن الآخر عن المهاجر وده عن بونابارت اسكندرية ليه اسكندرية كمان وكمان حدوتها مصرية أنا رأيي أن الأفلام دي لو فيها مشكلة يعني وفي منها بعضها فيه مشاكل فيه بعضها لأ يعني فيه أفلام بديع اسكندرية كمان وكمان ده مثلا واحد أجمل أفلام في تاريخ مصر أو في تاريخ العالم يمكن إن هي أحيانا بتبقى مفهومة زيادة عن الزوم إنه هو حابب يحط رموز وعطحق مثلا أفلام زي الآخر مثلا هو الصراع ما بين الشرق والغرب وأمريكا إنه مشكلة الفيلم ده بالنسباني مشكلة إنه مش مفهوم مشكلة إنه مفهوم زيادة إن كل شخصية بتحاول أن تمثل حاجة واضحة قدامي أكبر من كانها كبشر أنا حب أتفرج على كاركتر هو كاركتر ممكن في السياق العام أفهم إن هذا الكاركتر يمثل يرمز آه يعني بس مش الرمزية الفجأة عشان كده بقول أنا بحبش مثلا القائلة 30 وبحبش شباب مراء أوي فكرة إنه إيه إن التعبير ده بتاع تعط الرمز والصورة أيها يوسري نصر الله مثلا يوسري نصر الله مخرج هو يعني خرج من عباية يوسف شعين بس تمرد عليها وقدر يخلق مسيرة سينمائية ذكاءها إنه دايماً بتتغير إنه ما فيش فيلم شكل تاني كل تجربة يعملها وتحس إنه خلاص يوسري نصر الله يعمل أفلام شكل كده يروح هيعمل حاجة تانية يبدأ بفيلم ذاتي وعائلي جداً وفيه شق من الأوتوبيوغرافي زي سرقات صيفية وبعدين يروح يعمل فيلم مجنون جداً زي مارسيدس تتحول دلوقتي لعمل آيكونيك يعني والناس بتفتكر منه حاجات رغم إنه وقتها ما كانش بنفس النجاح ده تجارياً هو تعرض في مهرجان لوكارنو وكان فاز بجائزة وبعدين يعمل دوكيومنتي زي سوبانو وبنات وبعدين يروح يعمل باب الشمس والمدينة وجنالة الأسماك كل دي أفلام مختلفة جداً بس فيها دايماً صنعة مخر كبير عارف إزاي اللي أنا بقول إن الأفلام دي فيها أفكار كبيرة قوي بس كمان فيها حكايات وفيها شخصيات قبل ما يكون فيها أفكار نكمل مين تاين على الأولى السلام أصلياً مش هانيخ خيري بشارة طب شريف عارف خيري بشارة لأنت ما تحبش أعيس كريم في جليم منك لله منك لله ناس معترضة لا تخليش رفل عظم لا والله يبس أنا حرجع تفرج على الفيلم ده تاني لأن أنا فعلاً يعني ذكريتي مع الفيلم ده وأنا صغير اللي هو فيلم آيس كريم في جليم وأنا صغير وفرجت عليه وأنا صغير كذا مرة لا وأنا طفل يعني ماهو ده 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 فيلمي يعني أنا من الأفلام كده اللي هو بيبقى علاقتك بيها أعقد من أن أنت تفسر أنا لسه كتب عنه ومقال مؤخراً في الاستفتاء بتاع مهرجان اسكندرية بتاع أحسن 100 فيلم جنائي خطرت مجموعة أفلامك معاها من ضمنها إيس كريم في جليم لو كان في العشر الأوائل هو حالة وكتبت زي ما كتبت بس أنا رأيي أنه هو الفيلم كمان هو نادر جداً أن فيلم يعبر عن لحظة عن مشاعرك في لحظة بالشكل ده يعني أنت لما يمكن لما تشوفه ده تفهم قصدي ممكن الفيلم هو فيلم التسعنات بامتياز ولذلك إحنا لما عملنا الحلقة بتاعت الدورة 16 تقول لهم يا جماعة إزاي فيلم عن التسعنات يعني مسابقة عن التسعنات ما يبقاش من توبلس لأنه فيلم بيعبر بيمسك باللحظة دي مش بس على مستوى الشوارع والديكورو في المعادي وحنا بنصار في المعادي لكن الشعور العام بتاع إحنا بنتكلم سنة التسعين سنة التسعين يعني بعد مباشرةً بعد سقوط حقق برلين انتهت فكرة المعسكر الشرقي والغربي أمريكا والتحاد السوفيتي وكان العالم لسه قبل 11 سبتمبر فالعالم شوية فيه عنصرية وفيه مشاكل كلاسيكية بس ما فيهوش الرفض ده للعرب والمسلمين كان ده ممكن بقاش في الفيلم خالص بس انت قادر تمسك فكرة أن أنا شخص متمرد سيف عمر دياب في الفيلم اللي عايش في كوشك في فيلا في المعادي وصحابه اللي بيلعبه مزيكة في الشارع والشارع اللي ماليه الناس وبيلعبه بيغنه وبيلعبه باتيناج طبعا بالمثبت ده مش فيلم وقعي يعني والحقيقة مش ده شكل الشارع هو ده تعبير درامي عن شكل الشارع وطريقة أحلامهم وانهو كل واحد فيهم مكبل بعالمه ومكانه بس سقف طموحه اللي هو السماء فيلم 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 كبير يعني فيلم كبير فيلم كبير خيري عمل كابوريا وبيلعبه فيهم مخرج مشاخد مخرج عمل لعوامة 70 وعمل الطق والإسوارة ووو كنت ده درك جدا ده مرور ثلاث أفلام ده مرور جدا ومقدرين جدا والناس بتقوله بياخد جوائز والنقاط بيكتبوا عنه مدائح ومعلقات وبعدين خيري قابل واحد في شارعات مرور قال له آه شفت فاكر كان بيكاع طق السورة ويوم مرور فالراجل بيهزر معاه خيري يقوله ان روح بيفكر في الكلمة دي وانه وانه بعمل أفلام عشان اجيب له واحد زفحة صدرية واحد عاجبه الفيلم ايوه يعني واحد مش متدايق من الفيلم وخاد بقى تمرد له عمل فيه كابوريا وعمل آيس كريم في كديم وعمل أمريكا شكابيكا واشقارة مرور وإشري ربوندو المرحلة دي كمان يمكن مع النوم دارك على فكرة برضو طبعا والنقات ما حبوهمش أغلب النقات ما حبوش الأفلام دي وقتها وشافوا انه خايب يعني بيضحي بالسينما الواقعية اللي بدأ بيها عشان خاطر بس أنا آسف وما احترامي إيديهم وليه يمكن أنا بحب الأفلام دي أكتر من طول أسوارها أنا لا أنا بحب لا اللي انت وذكرتهم دلوقتي مثلا كابوريا وامريكا شكابيكا دول بالنسبة لي حتى أشارة مرور حتى أشارة مرور جميل جدا حتى حرب الفراول شريف عرفه آه طبعا لا بقى شريف عرفه ده عشان ده بالنسبة لي ده عشان أنا اتولدت في الجيل ده فده بالنسبة لي أكتر ممسك أكتر مخرج اتأثرت بأعماله أنا أنا أتمنى أن شريف عرفه يرجع شريف عرفه اللي احنا وقعنا بقرامو يعني أنا فهم أستاذ شريف أنه التجربة الحياتية والعمر والظروف وحاجات كتير بتغير ومش شرط يعني يكفي المخرج أنه يعمل فيلم واحد جميل عشان يدخل التاريخ شريف عرفه عنده على الأقل عشر أفلام جميل بالظبط فده يعني دخل التاريخ ورقد فيه وللأبد بس شريف عرفه من أول غزام قدمون ومهلبية ياه وسامع حس تجرب مع مهار عواد ودرجة ثالثة أربع أفلام مع مهار عواد وبعدين ست أفلام مع وحيد حامد حاجة وبعدين حتى مع عبد الله عبد الله عبده النظر يعني أنت بتتكلم عن بادي أوف وورك بمسيرة سينمائية بتتحرك وبتتغير بناء على شراكات قوية جدا مع مؤلفين مهوبين جدا يمكن يمكن ده محتاج ودلوقتي مؤلف شراكة فنية مع مؤلف بحجم مهار عواد أو عيد حامد أو حاط حمد عبد الله لأنه هو مخرج يعني ينفع تقول عليه هو ده المخرج بمعنى أنه مدير لأنه كمان هي الإخراج يا شبالنا اتقدارة فهو مدير شاطر رجل يتمكن من إدارة فريق ويخرج بهم بأحسن إمكانيات ويحقق فيهم المعادلة دايما لكن العمل الفني الجايد هو اللي فيه واحد زائد واحد زائد واحد يسوي أكتر من ثلاثة أنك تقدر كفيلميكر أنك تاخد جهود الناس ويطلع بيها حاجة أكبر من مجموعة أجزائها وفنان فيجول بالأساس إزاي بيفكر في السناريات دي السناريات وعيد حامد مثلا يعني على الأقل السناريات مهر عواد جنونية وفيها فانتازيا السناريات وعيد حامد ينفع مع مخرج تاني تتحول لمصرحية خطبية طبعا المونولوجات وهو إزاي بياخد بيخلق منه عالم بصري ممتع ومبدع فيه ألعاب فيه خفة اللعبة مع الكبار ده مثلا الخفة اللعبة مع الكبار وأول مشهد ما بين تيرو الزلام ما بين عادل الإمام وعلي لما طلع له فاكر قال المشهد المبينه ده لو على الورق مناظرة ومش عيب أطلع البيت وأخش وألاقي العود وأوصله وأعمل إيه ونأكل الأول بعد كده يصد تخش بعد كده أنقل بعد كده نروح نقعد فين بعد كده نقعد في المكتب فهو الصراحة لا أنا بالنسبة لي نفسي أستاذ شريف عرف يرجع يشوف مؤلف قوي جدا بس يعني وإن شاء الله خير بإذن الله لأن ده برضو مواهبة كبيرة جدا الإنجليش بقى مين بقى الإنجليش ولا غير يعني نان عربي نان عربي نان عربي نان عربي نان عربي لأنه شارلي شابلين وشارلي شابلين ده حاجة يعني معجزة معجزة على كل المستويات على مستوى البصري بالأساس لأنك إزاي بتخلق بإمكانيات محدودة بتاعت الزمن ده كوميديا حركية صمتة صمتة وصعبة ومركبة جدا وقايمة على فكرة أنك بتتفرج على الأكشن بيحصل إن هي حتى لو في خدعة فهي خدعة بتحصل فزيئية مش خدعة بصرية ولا مرسومة ولا وحتى فيه فيه مقال مشهور للمناقة فرنس فرنسي شئير هو أندري بازان بيكلم إن ده دي صورة البيور للوقعية بيكلمة وقعية عندنا يعني وقعية يعني شعب وناس مرضى ووفاء لا بس الوقعية معنى إن الكاميرا بتعرض الواقع وبتخليك تشوف حاجة إنت عارف إن هؤلاء الأشخاص تمكنوا من صناعتها بشكل واقعي فيزيكل كان فيه ناس كتير بتعمل ده في نفس الوقت مثلا باستر كيتون هو أشهره مؤموم بس باستر كيتون بيعمل ده بس أنا بحب أفلام باستر كيتون بيعمل أفلام الكوميديا والزكاء الحركي ده بس بس شارلي شابلين أضاف إليه عنصر التعاطف البعد الإنساني إن انت مش بس بتتحك بس انت بتحب الشخص ده وبتفهم هو موقفه إيه من العالم وأفلام بقى يعني أفلامه حتى فيها مواقف سياسية واضحة زي مودرن تايمز سيتي لايتز ديكتاتر إنه إن أفلام بيستخدم قطراته دي إنه يخلق حاجة موسرة وعايشة مدى الحياة يعني هيتشكوك طبعا هيتشكوك يعني لو عايز تفهم يعني إيه مخرج يتحكم في كل تفاصيل فيلمه في إقاع فيلمه يبقى عارف كل حاجة هتأثر إزاي في المشاهدين والمدهش في أفلام هيتشكوك هي إنها أفلام مصممة بوعي واضح هو رجل انتليكتشوال جدا بمعنى أنه بيفكر في كل حاجة وبيرسم خريطة شعورية للفيلم هيأثر إزاي في جمهوري ومع ذلك أفلام فيها تدفق وما فيهاش أي نوع من أنواع التجاهم أو التعالي على المشاهدين أفلام أكسيسيبول جدا كل ناس يمكن أن تستمتع بيها وحكاية مشوقة تبدأ الفيلم خلاص عشر دقيق وإنت مش قادر تكمله مش قادر تمشي من غير ما تكمله وتفهم الحكاية ما يحصل إزاي ممكن بقى تمد الخطوط على استقامتها سواء أنت بتكلم في أمريكا فرانك كابرا مثلا It happens in one night ولا كوبرك لا كوبرك ده متأخر فرانك كابرا هاورد هوكس الجيل المؤسسين للسماء أمريكية أو لو رحت عدية المحيط يعني كوروساوا في اليابان كل بقى المخرجين الواقعية جديدة في إيطاليا روسوليني أنتونيوني فرنسا أنا مش عايز عود رمي أسماء رمي الأسماء مش هو أهم حاجة بس كوبرك كوبرك ده برضو بيرساطيل فيلموغرافي يعني إنه كوبرك برضو من المخرجين اللي مدهشين في إزاي هم متنوعين يعني يعني أنت مدقدرش تقول يعني تارنتينو هو تارنتينو جدار هو جدار هو عنده مدرسة بتاعته أفلامه فيه ممكن يطلع براها يعمل فيلم شكله مختلف شوية بس فيناها بتعرف إنه هو الفيلم اللي مش شكل أفلام الفلاني زي مثلا مش عارف After Hours في مسيرة سكورسيزي مثلا هو فيلم اللي مش شكل قوي أفلام سكورسيزي هو ده البحث عن سيد مرزوق آه هو ريفرنس يعني آه يعني آه أو الفيلم اللي هو بتاع الرهبان سايلنس مثلا سايلنس وفيه برضو يعني أفلام هي مش شكل سكورسيزي شهزر آيلند ما بحثوش سكورسيزي شوية آه يعني مش مديني قوي زي سكورسيزي بس بس يعني على الأقل أنت المتقول سكورسيزي عارف أنت بتتكلم عن نيويورك عن العالم السفلي عن الشخصيات الهامشية العنف العنف الأصول الإثنية المختلفة اللي هي في الأغلب إيطالية أو ممكن تبقى إيرلندية أو ممكن تبقى أي حاجة الناس اللي عايشين على هامش المجتمع واللي بيحتاجوا بشكل فيزيكال عنيف مع المجتمع كوبريك ما عندوش كده كوبريك ما عندوش إيه تعريف يعني إيه اللي يجمع آيز وايت شات بكلوكورك أورنج بباري لندن إيه اللي يجمع كل دول بس بوس ايديسي إيه اللي يجمع بتاع أصدك بتاع سبارتك سبارتك إيه اللي يجمع كل دول غير إنه مخرج موزهل دا 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 إنه كل حاجة حدث يعني يمكن ما عرفش طبعا تشبيه ممكن ناس تقتلني فيه بس اللي بيعمل كده في مصر مع فرق كبير في مستوى مروان حامد فكرة إنه أوكي أنا ما عنديش ستايل بمعنى أنه ما عنديش يقول لي أنت أفلامك فيها كذا وكذا بس أنا كل فيلم هعمله هيتحول الحدث السينمائي بيتأسس بي أنا أسف على تشبيه يمكن ما يكونش دقيق أدق حاجة بس فكرة دا إنه أنا عندي طموح إنه أنا غير شكل الاندستري وإنت مثلا كل المعدات السيدي كام دا تم تطويرها بشكل واضح عشان شاينينج هو كان عايز يعمل أفلام بشكل ما فقال لهم اخلقوا لي معدة بتعمل كذا عشان عايز أعمل الفيلم كذا أحلام يعني بس الأهم من المعدات تاني الأهم من المعدات والكاميرات إنه في عقل فيه ستوري تيلر بيع رأى في حكي حكيات موديشة أبسل أيز ويت شاد دا دا فيلم فيلم دا عندي حكايات معاه لإنه أنتفكر أيز ويت شاد دا أول ما نزل في وإحنا صغيرين الناس كلها بتسمع فيلم اللي عملو توم كروز ونكلو كدما قبل ما يتطلقوا وفيلم مليان اللي تأدب وغس وحاجاته ومتعرضش في السينما طب مين حد يجيب بقى شريط متهرب وإنه 99 كان عندي 15 سنة فيلا نتفرج عليه طبعا الفيلم فيه سيكس وفيه حاجات كتير بتاع بس فيلم صعب ومعقد جدا وفيلم نفسي جدا اللي هو أنت مش مبسوط وإنت بتتفرج لغاية تتفرج على الفيلم دا وأنا دلوقتي عندي ندخل على الاربعين تتفرج على الفيلم دا وأنت عندك حاجة وتلعين سنة ومتجوز ومخلف وعندك حياة مستقرة وتعرف قد إيه دا فيلم مرعب فيلم مرعب بمعنى أنه ممكن يهز حياتك فكرة أن هذه الحياة المستقرة النجحة السعيدة فيرنبل جدا أو هشة جدا لدرجة أنها ممكن تتهد في لحظة أو في نظرة أو في قرار تاخده وتاخده عن طيب خاطر يعني هي المودولوجي الشهير اللي نيكل كادمان بتكلم في دونكروز اللي هي بتقول له وله هو بعد كده خلاه ياخد ريباوند تخيله بقى في العالم في العالم أنا شفت الرجل دا أنا كنت مستعد أضحي بكل حاجة في حياتي حياتي دي كلها تروح عشان أتكلم الرجل دا حاجة شوكين جدا وهو بقى وهو راكب بالتاكسي ساعتها عمال يتخيل الموقف كله زي ما هو بقى بالضبط نفس البنت اللي كان هيقابلها وطلع تاني وشفى أن ده إدز لا البنت اللي آآ كل شيء أنت معتقد أنه ثابت وراسخ وخلاص أصبح من حقائك الحياة ممكن تهدف كده في سنة فلا فيلم مرعب فيلم دا من أكتر ومن أحلى الأفلام اللي أنا بحبها وفيلم مفهوم جدا لو حد شايفه هو صغير في السن يحس أنه فيلم مدعي أو سخيف أو أو مش فاهم منه حاجة فلا كتير جدا مش هينجبه بس لما تشوفه ما بتجبر يعني أفلام عايزة حد أدنى من التجربة الحياتية يبقى دا صح ولا غلط بس فعلا فكرة ان الفيلم دا عالي برضو وخلى الناس ايه دا وبتاع انه مات انه مات أثناء القادة دا هو دا طبعا بيخلق باز إعلامي بس أنا بتكلم على حاجة في أفلام زي ما بقولك مثلا تكلمنا عن ايه عن مارسيليس مثلا دلوقتي تحول لفيلم الناس بتحبه وبتعط منه ميمز وليه تأثير يعني في البوب كالتشر مارسيليس أول ما تعرض في مصر ما كانش دي شعبية كبيرة وحتى كان فيه ناس مش عاجبها وبيقولوا انه فيك وكذا ففي أفلام بتأيجويل انه لما الناس تبدأ تكتشفها أفلام حتى تجارية الحس السابع مثلا فيلم ما جابش فلوس في السينما خالص وبعدين الناس بقى بتحبه اه اه بس كمان فيلم ما شتغلش في السينما بس في أفلام هي بالصدفة انه احنا شفناها في عمر مبكر يمكن لما تشوف ايس كريم في جديم يبقى عندك نفس الشعور ده انه هو فيه أفلام لم محتاجة ان انت مش بقى الموضوع ان الفيلم يتقدر بعد وقته او سابق زمن او كده لا هو الفيلم كويس بس انت ما كنتش ناضغ بالقدر الكاف بس ضبط انك تستقبله وانا بتكلم ده بشكل واضح بالنسبالي على ايز وايت شات اللي هو اكتشفته بعدها بقى عشر خمسشار سنة ودهشت يعني بعد ما كنت قلت لا ده مش عاجبني وكان بتالي او كان باله بتاع حوالي عشر خمسشار سنة ما اخرجش حاجة قابلية بايز وايت شات كان فترة طويلة عالمية افتكر عمل ايه عمل حاجة باخر التمانين هاته يمكن بعد يعني ما بين تمانين شاينين او بتالي ايه ده لا لا في 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 فيلمين في النص بس مش قادر افتكر قابلية فول ماتل جاكت او سبعة تمانين ايه بس هي بس او بس من سبعة وتمانين تسعة وتسعين ده اه يعني ايه 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 ستاني كوبرك كوبرك اركايف ايه في اوراقه الشخصية وفي مسوداته واشتغل على الافلام ايه بتاله حاجة لا حاجة حاجة تانية ده حاجة لفل تانية خطر ممثلين بقى انا عايز اعرف مين ممثلين يعني مين اكتر واحد انت ارتبطت بيه عادل امام ما فيهش خلص عادل امام هو بعيد يعني عارف مع كل احترام انت معي في حتة اللي هو انا على طول بقول الناس وكل يعني عندي قيمة ضخمة جدا من الموسيين اللي بحبه عادل امام عادل امام انا بالنسبة لي انجح ممثل محلي جيه في تاريخ العالم تقريبا تقريبا وفيش حد اعمل كده يعني عادل امام دلوقت احنا عارفين ان هو ممكن شوية كمان عمر دياب في الاغاني ممكن ما يكونش الناس بت انه عمر دياب اكيد محقش نجح البيتلز محقش نجح ماتي الجاكسون محقش نجح بس النجومية الموسيشنز تحديدا عمرها عشر خمس سنة عشر خمس سنة كثير والموسلين كثير كده مثلا اسماعيل ياسين دخل الخمسينات هو النجم الاول في الشرق اللي كل الناس بتتقاطف الفرصة انهم يتكلموا معاه في بداية السنتينات كان خلاص بيتحول لكم بارس ورحلة نجاح واحتراق سريعة جدا ومؤلمة جدا يعني رغم انه مكادش اعظم موهبة يعني مقدرش اقول انه اعظم موهبة لكن انك تكون قادر تزلع على القمة ومؤثر ورقم فاعل ومش مهم رقم واحد مش رقم واحد رقم عشر بس تفضل بهذا التأثير فول خمسين سنة تقريبا اربعين سنة حاجة متاشة جدا لسه السنة اللي قبل اللي فاتت كان بالصدفة كده اتعرض في سنة واحدة فيلم البعض اللي يأذهب للمأزوم مرتين اللي هو الاسم اللي هو ده كريم عبدالعزيز وده كان اخراج محمد عبدالعزيز وفي نفس السنة تعرض الانس والنمس اللي هو برضو في حالة للانس والجن نعم عبدالعزيز فلو انا فكرت كده انت عاد الامام ومحمد امام دلوقتي بيصور مع الشيف عرفها اللعبة مع صغير ان انت تتحول من ان انت تبقى جوز من بوب كالتشر ان انت تبقى بوب كالتشر ان انت تبقى بوب كالتشر ان انت تبقى الريفرنس الناس بترجعلك انت عاد الامام بقى له كتير ما اشتغلش او يعني حتى لو حسبنا اخر اعماله عاد الامام ما عملش حاجة يمكن صالحة للمشاهدة اخر زهايمر يمكن اخر حاجة ممكن اوه بس انت النهار ده مفيش مرة هتفتح فيسبوك ولا تويتر ولا انستجرام مش هتلاقي وش عاد الامام في نكتة او في ميم او في حاجة حاجة تأثير غير طبيعي واختصاره في شعبيته او في نجاحه او حتى الكلام السازج بتاع يعني هو بعض الافعال او ممكن اتفقش انه بعض الافعال بيعملها او هو جاي في سياق كان فيه سخرية من الناس معينة او تساروات معينة اوكي اقول انه ده ما كانت كانت من زي ما ذهب في الريح مليان بلاوي زي ما بيرثوفانيشن بتاع جريفث مليان بلاوي عنصرية بس انت هتكانسل الفيلم هتكانسل تأثيره فهو عاد المهم مهوب كان موصل مهوب موصل مدهجة عبكاري عبكاري مفيش حاجة ربنا يخليه او فعلا او دكتر واحد اتقصرت بي فايا دي ومين طب انجليش او انت عموما لا بس يعني هو انت الهوليوت طبعا هي مساحة كبيرة بتفرج فيها على الممسل بتنوعاته ويعني بيقدروا يودوه شماله يمين ويوه يعني ممكن انت تحب مثلا مارشيلو مستورياني في ايطاليا او تحب اه أمريكا طبعا هي المسرح اللي بيطلع للموسلين يعني روبرد دينايرو هو أكثر واحد يعني من مدرسة دي في الأداء يعني أنا أنا بحب أحبش الأداء الانفعال مش أداء البتشين بحبش أداء البتشين بحب البتشينو بس أنا أحب مدرسة الأداء بتاعت دينايرو اللي هو فيها قدر من الركوز والفهم جاك نيكلسون طبعا جاك نيكلسون حاجة يعني برضو من بقى الأجيال الأقدم هامفري بوغيرت مثلا كاري جرانت هنري فوندا هنري فوندا طبعا برضو عارف الموسلين البرت كابلاد أيوا هامفري بوغيرت برضو في لحظة يملأ الشاشة كده عندنا فاطر برضو حسين صدقي أيوا بالزبط لا فيه أنا ممثلي مثلا مفضل توم هانكس تومكس ممثل كمان ممثل مش مش طبيعي يعني أنا بشوفه برضو فكرة برضو عبقرية غير طبيعية وفكرة أنك أنت عملت فترة ودي صعبة برضو في هوليوود أنك أنت فترة طويلة جدا تعمل كل فيلم ينزل يبقى باكس آفس غير طبيعي وفيلم مش تجاري بحث يعني فورس جومب ده سنة أربعة وتسعين سنة أربعة وتسعين دي أعتبر أفضل سنة للسنة ما بالنسبة لي يعني من وجهة الناس كل الأفلام الجامدة يعني بالفكشن فورس جومب نزل لاين كينج حتى نزل مليون ألف عيوان يعني لو عادنا نتكلم على الربعة وتسعين دي فيها مليونة فورس جومب يبقى هو أعلى إرادات فيلم في السنة حلق فيلم من نزل وبعدها السنة اللي بعدها يعمل لك فيلم أنيميشن توي ستوري السنة اللي بعدها يعمل مش عارفها إيه كاستا يعني يعني الراجل لا هو بيجرب وبيخافش وبيعمل حاجات مخارفة جدا والشغل مع كل المخرجين الجامدين وطبعا فيه موسلات كمان يا هوليوود برضو عنده شوية آه طبعا إحنا نتكلم عن موسلات طبعا عشان عيب ما ينفعش آه يعني آه ميرل ستريب ده اللي هو الكومن اللي هو معروف بألف بي كبيرك عبقى شوف شوف يعني إزاي تأسيس فكرة النجومية من جريتا جاربو مثلا النوات وإيه ده إيه هزي القدرات وهزا الإبهار في ناس كده ككاترين هيبر آه 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 في برضو فيفين لي اللي تلعت مع غان ودويند تعرف غان ودويند حتى الآن بعد يعني لو حسب التضخم وعلى أراضات في تاريخ السينما حتى الآن هذا برضو فيلم برضو غريب قوي فيلم غريب في حجمه وفتخامته فيلم تعمل في التلاتينات أنا بجد عظيم أي حد يقولك السينما المصرية اكتقنيا اتفرج حضرتك على غان ودويند بس وشوفها إيه اللي حصل فيه آه بجد يعني آه عرفت أسعى على أراضات في تاريخ السينما إيه؟ وبعد التضخم مشاعر دكتور زيبابا طمعا عمر الشريك طمعا كلاسيكي أول فيلم آه يعني صراحة مميل جدا من آه ديفيد لين آه هو ديفيد لين صح؟ ديفيد لين تالي آه هو اللي عمله لورنسوف غريب آه آه فيلم برضو عطيق عايف فيها فلم بتكبر آه يوفيها فلم مع الوقت بتكبر طب فرانسيس فورت كوبيلا انت بتحب سلسيك جاد فاضر عموما؟ طبعا طبعا سنائية لا أول تالت مش واشا أنا مبديش منه على فكرة عقدة من الناس يعني مفهوم ان هو تتمة يعني بتحصل بعض خمساشر سنة من الجزء الأول وان فيها عامل الزمن ده بس هو هو الفكرة ان هو مش عمل قوي بمعذر عن السلسية بمعنى انك ما ينفعش تتفرج عليه لوحده ينفع تتفرج على جاد فاضر تو وده فيلم مكتمل يعني حتى مش لازم تشوف جاد فاضر وان عشان تستمتع بالاثنين بس ثلاثة انت لازم تكون ملم بالموضوع وهضمه وهضم الأفكار اللي فيه عشان تعرف تستمتع به بما انك بالكلم على الأجزاء مثلا في واحد من الأعمال اللي هم معرفش لوحد تشافه لازم يشوفه شفته ولا اسمه دي كالوك بتاع الكيشلوسكي كريستوف كيشلوسكي هو مخرج بولندي وعنده ذات أفلام مشهورين اللي هم بتوع السلسية فرنسا أحمر وزرق وبيض وعمل فيلم مشهور قوي اللي هو الحياة المزدوجة الفيرونيك بس دي كالوك ده فيلم اللي بتتعلم منه يعني ايه ستوري تلك هو ده فيلم تلفزيوني او مش فيلم تلفزيوني هو مسلسل تلفزيوني اكتشف يوم تلفزيون بولندي طلب منه انه يعمل عشر حلقات عنه وصائل عشرة للطورات يعني لهذا الأدين فإنه زي اخد نص أو يعني أساس ديني عمل بيه عشر أفلام كل حال فيلم مدته ساعة أو أقل يمكن ده 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 يعني ده ترشيح للناس روح تفرجوا على يعني ايه يعني ايه مخرج كبير دي كالوك عشر أجزاء كل جزء ساعة قبل بقى منيني الحلقة من أحمد شاوي ترشيح فيلم أجنبي فيلم أجنبي أيا كان ايه جديد يعني ولا قديم أيا كان بقى حاجة ترشيح كده الناس تنبسك وتفرج عليه وتقول شكرا يا أحمد شاوي يجيلك بقى حاجة غريبة حاجة مش معروفة مثلا حاجة مش معروفة ومتعة وجميلة ايه ده وانا زي ما شوفتش فانا قلت ايز ويت شوت بس ايز ويت شوت ممكن ما يبقاش او لا بس داخل ايه فممكن نختار حاجة أقدم شوية ممكن حاجة لطيفة مثلا في الأفلام يعني في فيلم متفرج عايز تبعلك فيلم كلاسيكي جميل خفيف في الزل وفيه الديناميكس بين اللي علاقة بين الرجل والست وتشوف ازاي الدنيا بتطور مش مستر بيس يعني بس فيلم اللي عايز يتفرج على كلاسيكيات يشوف فيلم اسمه هس جيل فرايدي بتاع هاورد هيوز او يشوف افلام هيتشكوك القديم يعني ممكن الحاجات المعروفة ممكن بيرتجو سايكو ممكن يرجع ورا شوية نوتوريوس اه ده كمان فيلم في صنع احنا قلنا كزا ترشيحة او اي خدمة نروح لمصر بقى شوية انا قلت الليلة الاخيرة كمال الشيخ الخائنة كمال الشيخ ساقمات صراحة وصيف نعملوا في قلت فرس المدينة دول تقالوا اه طبع ازين حاجة ما تقالتش طب استنى فجر يوم جديد يوسف شاهين لا برضو فيلم من الافلام وغير المعروفة ليوسف شاهين والفيلم يستحق للمشاهدة والناس تفرج عليه عادي هتفهموا اه 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 اتمنى يعني ايو نور الشريف كتالوج كبير اجمد حاجة في الدنيا بكون حاس ان انا عايز اتفرج على فيلم مصري اخش على صفحة نور الشريف كمية افلام مش معروفة كمية افلام تنقي اي واحد وتلاقيه نور الشف عند افلام كتير مش حلوة بس هو يعني ايوه بس انت بتفهم من اسم المخرج وتركيبة الفيلم بالزبط هو دائرة الانتقام ايوه يعني تعرف هو سمير السيف ولا الشحات مبروحة ايوه ما تعرفهمش يعني في ناس مكملوش زي سمير السيف وزي محمد خان وزي داود عبدالسيد في ناس كتير هو كان اكتر مخرج بيتحمس ايوه اخراجية شابة ايوه ايوه سمير السيف انتاجه دائرة الانتقام ايوه ترشيح بالمصر احنا قلنا حاجة كتير اوه بس حاجة كده ثاني فرس المدينة فرس المدينة جماعة ابني نقول حاجة برضو مش معروفة لمحمد خان بس مثل لمحمد خان فرس المدينة خلينا نقول سوبر ماركت حلو ايوه بس انا بحب فرس المدينة اكتر سوبر ماركت دلوقتي ملوش نسخة نضيفة بالاسف ايوه نال تيفي وفيها حوار مع محمد خان اما في اول اما في اكل الفين بانجليزي ايوه الواحد عارف بيعطر لما انت تجد ايوه عادي جدا بس انا كده كده قلنا طرشعات كتير فانت لو انت عطلهم دلوقتي مفيش مشكلة حلقة تانية يعني واحد لازم نتكلم في الموضوع فتتدعى الافكار فتطلع منها انا اتشرفت بيك يا شاوي انا مبسوط جدا بالحلقة دي واتمنى طبعا نتكررها كتير لان فعلا بتبقى اضافة لي اضافة للمشاهدين فانا مبسوط جدا بالحلقة دي ومبسوط جدا انك شرفتني هنا وان شاء الله على اللقاءات كتير جدا ان شاء الله وشكرا جدا على اصدافة ويرب ما نكونش بستقلنا على الناس ايا باشا لا ان شاء الله الناس تنبسوط بالحلقة دي اتمنى طبعا في نهاية حلقة بتوع افلام اتمنى لو عجبتكو حلقة دي ادوصوا لايكا كتير جدا 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 وشارفوا سبسكريب تشانل لو لاول مرة اتمنى رأيكم شاركو على انسجرام فيديو فيسبوك فيديو وانتو صورتين بيديو عشان تجالكم على اول باول واهلا واسا عليكم